تعرفوا في العهد القديم في شعية 58-2 بقول عن هاي الناس يصرون بالتقرب إلى الله يعني بيتقربوا عشان يسمعوا في 58 في حسقيال 33 بقول يعني بيتكلم عن الكلام كأنه الشعر بيجوا بيسمعوك بس من جوا قلبهم في مكان تاني عم بيتلززوا بسماع الكلام المنمق والفصيح والسجع والكلام الجميل لكن شو بينهي بينهي بجملة خطيرة جدا في حسقيال 33 بقول في هذا الموضوع يسمعون كلامك ولا يعملون به هنا الكارثة وهنا المأساة فإذن أول شيء أحبائي من خلال هذا التعليم محتاجين أولا نشتغل على أنفسنا نتأكد من خلاص نفوسنا وهذا مهم جدا من خلاص نفوسنا لأنه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السموات فإذا مش بس خلاص نفوسنا نتأكد من أبديتنا وهذا كله مشروح في كلمة الله في الكتاب المقدس فإذا مهم جدا إما أن تختار النصيب الصالح هو الجلوس عند قدمي يسوع المسيح أو مثل ما بتختار مثل كان يعني لسه ولد صغير صموئيل النبي في العهد القديم قال تكلم يا رب لأن عبدك سامع طائع خاضع بما معنى تكلم يا رب لأن عبدك سامع فيه اهتمام لكلمة الله